حاجة علي من البحير اتفضل السلام عليكم سلام سلام ورحمة الله وبركاته و اهلا بيك الحاجة علي كلمة البحير المحمولين اتفضل يا حاجة علي تسوى الجدمة سلام ايو كلم المسئولين يعني انا معك دلوقتي عايزك توصل لا انا عايزك توصل رسالة حاجة علي سمعني عايزك توصل رسالة لان انا اكتر واحد بيكلم في الملف ده من اول يوم قبل الحصاد ولازم يكون ليه حل سريع احنا اتأخرنا كتير قوي الدكتور عزي دينا بستهت وزير الزراعة والسطاح الاراضي عقد اجتماعات مستمرة مع كافة الجهات المعنية بتسويق القط والى الان احنا لسه مشوفناش نتيجة سريعة انا عارف ان في نتائج هتظهر ممكن الاسبوع ده او اللي جاي لكن الفلاح يستحمل ازاي الفلاح اللي وراه ايجار ارض بيدفعه اللي وراه موسم داخل اللي وراه مستلزمات حياته عايز يجيب مستلزمات انتاج عشان يشتغل ده نطلع نقول له ايه انا ده سؤال بطرحه على المسؤولين الناس دي حياتها كلها مرتبطة بالزراعة في مزارعين بيتصلوا بيقولوا القطن غير باقي المحاصيل انا ممكن اي محصول تاني لو درة او 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 امح او ارز هقدر اصرف فيه هاكله لولادي هاستخدمه كأعلاف قولولي اعمل ايه بالقطن انا عايز حضرتك توصل رسالة محترمة على ساعتك فيها اسمعني اسمعنا الشام ايو انا عملت فاكس على خط الساخل لرئيس الوزر نعم عملت فاكس ايو خط الساخل لرئيس الوزر تمام قلت لهما بعطوه للساد رئيس الوزر قلت ايه في الفاكس ده قلت اه يحمو الشيء ينزلوا الشوب انا راجل تجل قط حضرتك تجل قط وعند شركتك بقى لا انت يعني شكرا أن أنت كلمتني لا اسمعني بقى أنا اللي هسألك تاجر قطن المفروض أن أنت أكثر واحد لما بتاخدوا القطن من الفلاح عارف أمته أنت النهاردة اشتريت من الفلاح بتسوأه إزاي والمين ما بيعلي شركات الكبيرة الشركات الكبيرة عاملة إيه معجلاتي أفلة بنتاخد بـ 25 بـ 2500 ياخدوا منك أنت لأن الحكومة لو دخلت بجة حتثبت السعر الضمان اللي هو 27 الشركات لو ما دخلوش حينزل تحت الألفين الشركات الكبيرة بتاخدوا منك أنت ده كل واحد بيدور على مصلحته وما بيبصش لمصلحة البلد ولا بيبصوا لمصلحة الفلاح يعني ما بيبصش لأداء أنا ما تعقدتش وفاودي البنك كيام والحليج والتحكيم وأرضية وأنا ما تعقدتش أنا داخل باشتري مش عايب باشتري إزاي أي ماشي وهو صحيح كلامه صحيح أنت عشان بقى الشركات الكبيرة تاخدوا منك بألفين وخمسمية بتاخدوا بكم من الفلاح بأخذ أنا بأخذ 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 لتقرص على الناس علشان الناس دي هتزرع الموسم الجاي والناس دي اللي هتسوق بأخذ أنت عارف باكس اللي بأخذ اللي لأس الوزرع عملو في ايه بأخذ بأخذ لوزير الزراعة بأخذ 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 نقف مع الفلاح في الفترة دي عشان السنة جاية يعني أنا دلوقتي لو فيه فلاحين بيشوفوني بص حج عالي أنا هاعرض عليك عرض حلوة قوي أنا هسوق لك أنا هبيعلى هجيب لك قطن الفلاحين اللي بيشوفوني دلوقتي وعندهم قطن هتاخذوا منهم بألفين ربعمية خمسة وعشرين وهديهم رقمك بأخذ 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 يا جماعة في الاعداد أي مزارع عنده قطن الحج عالي من البحيرة بيقول لك أنا بأخذوا بألفين ربعمية خمسة وعشرين لو السعر ده مناسب هنديكوا رقمه لأن التجار أو الفلاحين بيقولوا أن التجار بيضغطوا علينا في الأسعار ونزلوا أكتر من أقل من ألفين وألف وسبعمائة حج عالي قال لك أنا رجل تاجر وبأخذوا بألفين وربعمية خمسة وعشرين بوردوا المصانع بألفين وخمسة وعشرين